من الأسماء الثانية للشيطان كلمة الشرير والرب يسوع في صلاته الشفاعية في يحنى 17 بيقول لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير فالرب عارف أنه ستكون في حرب على تلاميذه وعلى أتباعه عبر العصور فبيقول للآب أنا مش عايز أنك تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير فالشرير مش هيدبر حيغر الشر وده اللي بنوجهه في الحرب الروحية وعشان كده لازم نكون فاهمين عدونا زي ما حضرتك قلت علشان نقدر نعرف خطته وأفكاره لأننا لا نجهل أفكاره فعايزين نعرف هذه الأفكار من كلمة الله دي مش تخيلاتنا يعني المشكلة في موضوع الشيطان يا أسيس نزار أن يثورو لك بكائن له أرنين وأشكال كده غريبة شخص مرعب مرعب مش دي الصورة في الكتاب المقدس ومش ده اللي احنا عايزين نعمله في الحوار بتاعنا احنا عايزين نشوف الكتاب المقدس بيقول عليه إيه بالزبط عشان نقدر نقومه راسخين في الإيمان في أسماء تانيام في متى 13 بيتكلم عنه كعدو فقال لهم إنسان عدو فعل هذا فقال له العبيد أتريد أن نذهب ونجمعه ده عمل الحنطة مع الزوان يعني الزوان زرع الزوان في وسط الحنطة فالناس الحصادين قالوا نشيل الزوان فالرب لا قال دعوهما ينميان معا إلى وقت الحصاد ففيه شر وفيه خير في العالم ينميان معا إلى وقت الحصاد لو مجيء الرب مرحلة جاية فلازم نفهم أنه عدو ما هوش صديق هو بيجي لنا كصديق وأخطر صورة ليه هو شبه ملاك نور فهو كأنه بيباكي على مصلحتي لما نغلط ويقول لي أنت غلط وعنده الدليل هذا موضوع الرسل الكذبة اللي بتقدم شيء كأنه ماء بارد ولكن فيه صم بالضبط فلازم أتأفهم أنه عدو ما هوش صديق لي بالمرة كلمة إبليس كلمة برضو من الأصل اليوناني معناها المخادع عشان كده في بطرس بيقول إصحوا أصهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجون ملتمسا من يبتلع هو فهو مخادع وخداعه بيقدم الجزء من الحق وجزء من الكذب وده الخداع فلما بيكلم حواء بيقولها تكونان مثل الله عارفين الخير والشر هم هيكونوا عارفين الخير والشر دي صح بس مش هيكونوا مثل الله نعم فالخداع من الأمور الخطيرة اللي بنواجهها في الحرب الروحية ونحتاج أني إحنا نفهم أن هذا المخادع لا يمكن أني أجري حوار معاه الأفضل أغربه يعني هو واحدة من أصعب المشاكل هي الخداع لأن الخداع يعني هو جزء أو من الكذب والكذب يعني له أنواع في تحوير الكلام تحريف الكلام أنصف الحقائق ببين صورة ولكن صورة بتخلف يعني إلها أشكال وأنواع كتير وأكتر يعني أكتر شخص تتعامل أو أخطر إنسان تتعامل معاه هو الكذاب الشخص الكذاب بيتلون بيكون مرائي مخادع مراوغ بياخد كل الأشكال كل الألوان لأن صفة الكذب هي طبيعة الشيطان نحن نتكلم عن طبيعته كذاب وأبو الكذاب فكل ما يخرج من الشيطان هو كذب وهاي الظاهرة على فكرة يعني حتى بين المسيحيين يعني هو المفروض ما فيش عنا إشي اسمه كذب أسود ولا كذب أبيض ولكن الكولتشر بتاعنا في الشرق الأوسط اكتسبنا عدات الكذب يعني وصار كأنه شيء مستساغ حتى يساعدنا يسندنا يعني يطلعنا من مواقف واحدة من يعني بعد إذنك واحدة من المقولات الشهيرة للكاتب نجيب محفوظ على ما أعتقد عاوز أتأكد نجيب محفوظ قال هم كذبون وهم يعلمون أنهم كذبون وهم يعلمون أننا نعلم أنهم كذبون ومع هذا فإنهم يكذبون فإزاي تتعامل مع واحد اللي صفته صفة شيطانية حتى لو بيقدم لك من بر عسل ولكن فيه صم الكذب بالضبط وده الخداع أنا فاكر في أحد الحروب كان جيش بيرمي للأطفال ألعاب جميلة جدا وراديوهات صغيرة وباكت شوكولاتة وكلام زي كده وهي في الواقع قنابل فالشكل الخارجي حاجة والمحتوى حاجة تانية وده الخداع ويسموه الخداع الاستراتيجي في الحروب والأمور دي كلها في الزواج وفي الهجرة وكثير يعني حاجات فالخداع ده شيء مرعب جدا وعلينا أن احنا نعرف أن الشيطان ده مخادع وعلينا أن احنا نعرف إزاي نقاومه ونثبت في الإيمان واللي بيجذب عنده طبيعة الشيطان لأنه وصفها المسيح يعني وصفه وصفين كان ذاك قتالا منذ البدء وأيضا كذاب وأبو الكذاب فإذا هذا موضوع خطير لأنه الشخص اللي بيجذب هو عمليا بيكون ابن للشيطان بالضبط كده فدي كلمة إبليس معناه مخادع فيه كلمة تانية بيقول أنه رئيس هذا العالم رب يسوع في يحنى 12 بيقول الآن دينونة هذا العالم الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا فرئيس هذا العالم ده ما يخوفناش لأنه العالم وضع في الشرير طبعا فهو رئيس هذا العالم عنده سلطات وعنده إغراءات وعنده تجارب بيقدمها لنا لكن إحنا مش بنحارب عشان ننتصر اللي صارده حصل في المسيح إحنا بنحارب من موقع المنتصر عشان نهزم هذا العدو المهزوم في المواقع الشخصية اللي بنقع فيها مكتوب العالم كله وضع في الشرير صح وأنه العالم يمضي وشهوته بالضبط كده وهيئة هذا العالم ستزول يعني بغض النظر اللي حاطت كل هدفه كل حياته كل إمكانياته كل مصرياته كلها في العالم هذا العالم رح يزول بالضبط كده اسمه إله هذا الدهر في كرونسو الثانية بيقول الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم استنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو سورة الله فهو بيعمل أذهان مش العمل جسدي في العين لكن عمل فكر العمل روحي وده خطير جدا لأنه لما الإنسان الأعمى مش قادر يشوف مش قادر يعرف الحقيقة لكن بنستنى استنارة مجد أولاد الله فينا بنستنى نور الله يشاع فينا عشان نقدر نشوفه فبنورك نرى نورا بنور الرب نقدر نفهم المكتوب ونفهم عمل المسيح في حياتنا عشان كده مهم أن نخلي بالنا أنه لما بنسمع ناس بتستهزئ بالرب وبتقول حاجات سيئة وشفنا في افتتاح الأولمبياد أشياء غير لائقة جدا ليه دولة أذهان عمياء أذهان غير المؤمنين اللي مش قادرة تشوف الحق اللي موجود في كلمة الله وطبعا بالوقت اللي انت ذكرت إلى هذا الدهر ولكن من ناحية تانية بقول الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع العالم عمل الشيطان هو أن يعمي الأذهان والبصر عمل يسوع المسيح هو فتح العيون هذا عمل المسيح طبعا بالزبط لأنه من غير بنورك نرى نورا من غير عمل الروح القدس ما نقدرش نعرف الرب اسم تاني لي في أفاسوس 22 بيقول أنه رئيس سلطان الهواء بيتكلم عن الشرور اللي سلكوا فيها الناس في أفاسوس بيقولهم التي سلكتهم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية فهو رئيس لسلطان الهواء يعني العالم الروحي فليه سلطة وليه قوة لكن عايزة أكرر وأقول هو مهزوم فإحنا بنتعامل مع كائن قوي جدا وبيخدعنا وبيحاول يخدعنا بيحاول يراوغ في حياتنا لكن في نفس الوقت هو مهزوم لو افتكرت كده وعرفت كده هقدر أعيش حياة الانتصار والانتصار مش أنا اللي بعمله الانتصار ده اتعامل لي قريدي في المسيح يسوع وكل علي أني أسير في موكب النصر وإحنا عم نحارب الشيطان لأنه كل البرامج منبثة على الهواء اشتركوا في القناة